نسبة لأخبار الشابورة المائية هل هتزيد يعني احنا كمان في الصيف ده الحقيقة تبعنا انه فيه رطوبة ونسبة رطوبة كانت زيادة شوية هل الشابورة المائية في الخريف كمان هتبقى يعني هيبقى معدلة بالمعدلة الطبيعي اللي احنا عفظينه ولا كمان هيكون فيه اختلاف فيه كل ما هيبقى في حالة من الاستقرار في الاحوار الجوية كل ما هتبقى الشابورة المائية موجودة وحتبقى كسيفة في المساء المتأخر الصباح الباكر زي ما حصل اليومين دولم لان فيه حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة ونسب رطوبة العالية فده سيخلينا ان احنا نشوف شابورة مائية كسيفة في يم القادمة ان شاء الله. عظيم دكتور رحمد زيما حدث ذكرت ان احنا من اوائل الدول اللي بنقدر نتنبأ بيئة الظواهر قبل حدوثها. قبل حدوثها بقدي ايه وطبيعة التواصل بين الهيئة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية عشان تاخد حزارها الهيئة الكمان. حضراك احنا التنبؤات بتاعتنا بتشمل كل عناصر الشراء الرصدة عبارة عن الرياح في اتجاه وسرعة. الرؤية اللي ظاهر الجوية الحرارة ورطوبة والضغط كل دوان بالأرصاد الجوية بتقدر تعمل تنبؤ لمدة من يوم من ساعة مش من يوم بس من ساعة الى شهر. بس طبعا القاعدة العامة على مستوى العالم كله كل ما طالت فترة التنبؤ كل ما قلت مصداقيته. لأنه وارد يحصل تغيير. اه. فبالتالي الأرصاد الجوية دايماً بتطلع التنبؤ لمدة أربعة ايام. ده اللي بيبقى النسبة مية في المية في نجاهه. أما بالنسبة تبقى خلاص ظاهرة وشكة الحدوث يعني خلاص هتحصل هتحصل. بيبقوا بقى متأكدين. يعني الظاهر بيبقى بذات الظاهر القوي قوي. بيبقى على الأقل أسبوع يعني بتنبأ بيقابله على الأقل بأسبوع لما يكون أكتر. وبيختر جميع الوزرات والهيئات والجهات المختلفة في مصر التي تحتاج إلى النشرات الجوية. سواء كان في المطارات الجوية أو في من ناحية البحار. من ناحية البرية. يعني كل الجهات في مصر على علاقة بالأرصاد الجوية. وهناك العديد من العلاقة القوية ما بين الأرصاد الجوية والمحافظات كلها. خاصة محافظات السواحل.